إجلوز اللعن تقول بعد ما تنتهي من الدعاء أول ما تبدأ بالدعاء براحتك أقول اللهم العنى أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وهند وهم الحكم وكل من ظلم الزهراء عليه السلام مثلا بعد الانتهاء من الصلاة في رواية بالكافية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه كان يلعن بعد كل صلاة واجبة أربع من الرجال وأربع من النساء أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وهم الحكم هذا من؟ هذا عن الإمام الصادق عليه السلام إذا عليكم عليكم بإحياء دين آل محمد عليه الصلاة والسلام هؤلاء الجرم من كل شخصية آغية تاريخية ذكرت في القرآن أم لم تذكر فرق